موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي تنطلق اليوم فعليات دورة المعالقين الرياضيين والتي ينظمها المكتب الإعلامي الاسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام وجامعة البحرين والاتحاد البحرين للدفاع عن النفس تحت شعر أطلق حماسك وعلق والتي تقام بمركز تسهيلات البحرين للإعلام بجامعة البحرين وذلك بمشاركة نخبة من الإعلاميين والرياضيين المختصين برياضة فنون القتال المختلطة وثلاثين متدرب ومتدربة والتي تستمر حتى يوم السابع والعشرين من مارس الجاري توجه فريق النجمة ممثل كرة اليادي البحرينية بالمركز الثاني والميداليات الفضية للبطولة الأسيوية الثامنة عشر للأندية والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد فوزه في مباراته الرابعة أمام فريق الأهل الإمارات بواحد وثلاثين هدف مقابل خمسة وعشرين هدف ليحقق النجمة إنجازا جديدا لمملكة البحرين وللنادي كونه أول نادي محلي يستطيع الوصول لهذا المركز على الصعيد الأسيوي اقترب فريق الحالة من التأهل لدور الثلاثي بدور زين البحرين لكرة السلاء وذلك بعد أن نجح في تحقيق فوز مهم على حساب فريق الأهل بالتسعين نقطة مقابل ثلاث وثمانين ليحقق بذلك الحالة فوزه الثاني في المربع الذهبي ويرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث وبات يكفيها في الجولة الأخيرة الخسارة من المحرق بأقل من أربع وعشرين نقطة ليضمن الوصول للثلاثي في المقابل خطف المنام البطاقة الثانية المؤهلة للدور الثلاثي بعد فوزه صعب على المحرق بسبعين نقطة مقابل سبع وستين ليحقق بذلك المنام فوزه الثالث في المربع مقابل خسارتين وبات رصيده ثماني نقاط في الوقت الذي تعرض فيه المحرق لخسارته الرابعة مقابل فوز واحد وبات رصيده ست نقاط في المركز الأخير ضمن منتخبنا الوطني لكرة القدم الصعودة للتصفية المؤهلة للنهائية كأس أسيا بالإمارة عام 2019 وذلك بعد فوزه على المنتخب اليمني بثلاثة أهداف أدون رد في الجولة قبل الأخيرة للتصفية الأسيوية المزدوجة المؤهلة لمنديال روسيا وكأس أسيا وذلك ضمن المجموعة الثامنة وجاءت أهداف منتخابنا الوطني عبر كل من إسماعيل عبداللطيف وعبدالوهاب المالود ومحمد الرميحي وبهذا الفوز رفع منتخابنا الوطني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث ورزالث لمنتخابنا الوطني